من الجامعات الفلسطينية ومن الفائزين أيضا سيتم تشكيل فريق فلسطين للمناظرة ليشارك فيه بطلات عربية ودولية اليوم معنا من داخل الستوديو الحديث حول هذا الموضوع القائمين أيضا على هذا المشروع بشكل أساسي مؤسسة فلسطينيات بسعدنا نرحب بمديرة مؤسسة فلسطينيات السيدة وفا عبد الرحمن ألي صبحك بألف خير وأيضا لتأهل النهائي معنا رح يكون من داخل الستوديو وهو واحد من الفريق التي تأهل للنهائي ما زنزر وهو عن الفقه والقانون ومتخصص بهذا الجانب في شامعة الخليل الله يصبحك بألف خير صباحا كيف أصبحتو؟ الحمد لله شتاة الدنيا طب ممتاز إحنا دائما نقول المطر أنه يعني الله يسترمجوش للضيوف فممتاز يعني شكرا بداية أول إشي من فلسطينيات حابين نسمع الفكرة من تنفيذ هذا المشروع في جامعات مختلفة في فلسطين يعني أولا فكرة المناظرات بين الجامعات أو دوري الجامعات هو جزء من برنامج للشباب تقوم به فلسطينيات من جهة نتحدث عن شباب من أجل التغيير الاجتماعي ولدينا الجزئية الأخرى من البرنامج هي تأهيل للشباب وتمكين مجتمعي واقتصادي هذه الجزئية تحديدا لنا ثلاث أعوام نعمل مع الشباب ما لاحظناه أن الشباب لا تفكر بمعنى لا تبحث لا تحلل تعطى حقائق كأنها مسلمات وكأنها مطلقات فقلنا إن أراد الشباب أن يغيروا فليبدأوا بأنفسهم ومن هنا بدأت قضية المناظرات المنتشرة في العالم للعلم جديدة عنا في فلسطين نسبيا هناك مؤسسة تقوم على مناظرات جميلة جدا على مستوى المدارس هي مؤسسة أفكار ولكن على مستوى الجامعات أعتقد فلسطينيات هي الجامعة الأولى أو المؤسسة الأولى التي دخلت لدور جامعات وليس فقط لإقامة نادي مناظرات في جامعة محددة إذن نحن نتحدث عن تمكين الشباب بمهارات التفكير والبراهين استعمال العقل والمنطق والتحليل من أجل أن تكون لديهم قدرة على تغيير المجتمعات المحلية المحيطة بهم على مستوى الجامعة ولاحقا على مستوى أكبر مجتمع يعني يمكن نختلف مع وفاء أكثر أنه الشباب ليس لا تفكر الشباب لديها مساحة تثبت كمان قدرات قدرات في البحث والتفكير ويختلف مرات حتى اهتمامات الشباب ماذا يعني أول إشي لازم تحكي لنا شو شعورك وانتهى للمؤهلين للمرحلة النهائية والله الشعور جدا جدا رائع يعني شعور لا يوصف لأنه أول إشي تعلمنا أسلوب جديد ورائع يعني أسلوب المناظرة كانت فكرة جديدة تدخل علينا يعني ما عمرنا فكرنا فيها من قبل حتى إنه لما حكولنا فيه مسابقة دور مناظرات صراحة بالبداية إحنا يعني قلنا شو المناظرة مش عارفين إشي فبعدها لما أخذنا تدريب واتعرفنا على فن المناظرة يعرفنا أسلوب جديد للحوار أسلوب جديد لطرح الأفكار وكثير كثير أفادنا في أسلوب الخطاب والإلقاء وكثير كثير مهارات يعني فشعور جدا مميز إذن يعني مازن بتحدث عن مراحل كانت تلقوها فحبس مع منك أكثر إيش كانت مراحل هذا المشروع يعني بالأساس كان هو التواصل مع الجامعات لأخذ موافقتها على المشاركة في هذا الدوري وكما قال مازن بالضبط لا توجد لدينا ثقافة بمعنى معرفة ما هي المناظرات بالتالي هناك جامعات ترددت تماما كالقطاع الخاص حين طلبنا أن يساعد وأن يدعم لم يفهموا مباشرة ما هي الفكرة إذن موافقة الجامعة ووجودها بشكل رسمي اختيار أستاذ للمتابعة معنا تدريب الفرق واختيار الفرق لأنه مهم أن تكون هناك مواصفات محددة في من يكونوا جزء من فرق المناظرة بعد هذا التدريب يدخلون في محاكاة نظرية للمناظرة هذا أيضا جزء من التدريب وأخيرا يتأهلون للدخول في الدوري مرحلة أولى ست جامعات في الضفة الغربية لدينا أربع جامعات في قطاع غزة مرحلة أولى تم تصفية جامعتين خرجتا بقيت أربع جامعات بالأمس كان لدينا دوري نصف النهائي خرجت جامعتين وبقي لدينا جامعتين تأهلتا هما جامعة الخليل والجامعة الأمريكية في جنين رح نسمع كمان جامعة الأمريكية في جنين بس حاب نسمع بس أكتر من مازن كيف نعكس عليك النقاط اللي ذكرتها على حياتك اليومية يعني تحدثت أنه يمكن ما كنا نعرف إيش المناظرة كيف نعكس على مازن على حتى وجده في الجامعة على حياته اليومية الآن في نقطة هامة اللي هي موضوع الروح الرياضية يعني ممكن أنا يكون عندي فكرة معينة خلص أنا فكرتي هي الصح وممنوع أسمع إيش تاني أنا فكرتي الصح والباقي كله غلط لما تعلمنا أسلوب المناظرة سرنا نبحث أنه مؤيد للفكرة ومعارض للفكرة ومرات ممكن تلعب دورين فبالتالي تحط حالك في الموقع الثاني فإحنا سرنا نشوف أنه ممكن يكون لك وجهة نظر بس الثاني كمان له وجهة نظر من حقه أنه تحترم وجهة نظر هذا الإشي بأثر على الشخصية وكمان أنه بتتقبل الآخر وتسمع رأيه وبتنسطله وبكل الأدب ويحترام تحترم رأيه زي ما هو كمان لازم يحترم رأيك بالإضافة أنه طبعا لما تبحث موضوع المؤيد والمعارض لنفس الفكرة هذا بساعدك أنه لما تدفع عن فكرتك كتير في الطرف المعارض شو بده يحكي حتى ترفي أنك ترد عليه كمان فهذا بزيد من الثقة بالنفس كمان يعني عدة شغلات كتير كتير يمكن هون سؤالي كمان لإلكم بالمؤسسة ومتابعتك أيضا الشخصية في هذا المشروع هذا الموضوع الحساس بالتحديد فلسطينيا وممكن حتى في دول تانية في ظل كل الأوضاع اللي نعيشها اختلاطنا بالحياة السياسية تأثيرها بشكل كتير كبير على أفكارنا على الأشياء اللي بدنا ندافع عنها والأمور اللي إحنا بالنسبة لنا هي مبادئ فكيف كان التحدي بالنسبة لفلسطينيات وفعلا إيش كانت وجهة نظركم عن كيف ممكن تكون الأجواء وإيش كانت على أرض الواقع هذا في الحقيقة ما انطلقت منه القضية وأعدل ما قلته سابقا ليس فكرة أن الشباب لا تفكر الشباب تأخذ الأمور كمسلمات قال شيخ الجامع إذن هو مسلم لا نناقش لا نبحث قال رئيس الحزب إذن هي مسلمات ومطلقات وكما قال مازن نحن لا نستمع للآخرين نحن لا نعطي فرصة لنسمع وجهة النظر الأخرى التمرين كان جميل للشباب لأن عليهم أن يثبتوا وجهة نظر وعكسها إذن هم يضعوا أنفسهم في المكانين وهذا تمرين صعب وهناك مقاومة لهذا التمرين من قبل الشباب تحديات بشكل أساسي بصراحة تحدي الأساسي الذي وجهنا كمؤسسة وليس بالعمل مع الشباب الشباب مبدعة وكيف أحكي لهم تشرحوا القلب التحدي الأساسي كان أن هذا المشروع لدينا ممول من مؤسسة سويدية قادرين على عقد مناظرات في الضفة الغربية بشكل منفصل وفي قطاع غزة بشكل منفصل التحدي هو كيف تكون لدينا جامعة على مستوى فلسطين وتشكيل فريق على مستوى فلسطين بمعنى نتحدى الاحتلال والفصل بين الضفة والقطاع وأيضا الإنقسام القائم حاليا نحاول أن نجند أموال أو دعم من القطاع الخاص لكي نستطيع أن نأتي بالفريق الفائز من قطاع غزة ليتبارى مع الفريق الفائز بالضفة الغربية من جهة هي احتفالية ضد الاحتلال وضد الإنقسام وإعادة التواصل ولحمة بين الجامعات الفلسطينية على مستوى لا منهجي وأعتقد أن نجحنا في هذا التحدي نستطيع أن نكمل العام القادم والعام الذي يلي مثلا هناك نقطة مهمة هي عملية البحث وعملية أنه لا نأخذ الأمور بمسلمات وأنت ذكرتنا كمان تعلم فيها ومرات نقول أنه نحن عندنا مشكلة في المصادر اللي بنبحث فيها كيف بدنا نبحث وين بدنا نبحث ويمكن هنا بنلوم شوية الجامعات بنلوم كمان أسلوب حياتنا أنه طول وقت بالجامعة وأنا كمان كون طالبة كتير مرات أنه وين نرجع كتاب على المكتبة يعني أنه وكمان حتى الأساتس ما كانش بالنسبة لهم هذا يعني حافزة كدير فحكينا أكثر عن المصادر اللي أنتو كنتوا ترجعو لها وإذا فيه شيء تعلمتوه في هذا الشق جديد كمان صحي نقطة جدا مهمة الحلو في الموضوع أنه كانوا يعطونا مواضيع تعتبر مواضيع يعني هي قضايا حساسة ومجتمعية أنه مشرط أنك تروح على المكتبة حتى الطول مصادر ومراجع يعني مثلا لما يطرحوا موضوع مجالس اتحاد الطلبة تنحازن مصالح الفئوية أكثر من مصالح الطلاب نحن ما بدنا نرجع للكتب هذا نقدر نطلع عواقع الجامعات عواقع مجالس اتحاد الطلبة ونبحث فيها ميدانيا أكثر نتكلم مع المسؤولين نتكلم مع الطلاب نفسهم نسمع آراءهم نسوي استبيان وإحصاءات وشغلات مثل هاي فهذا أسلوب جديد كمان احنا تعلمنا العمل بروح الفريق الواحد كمان هذه نقطة كتير هامة إنه كيف نوزع المهام بين بعضنا اشي يتكلم مع الطلاب اشي يتكلم مع المسؤولين اشي يتكلم مع رؤساء مجالس اتحاد الطلبة مثلا فهذه كمان كتير نقطة كانت مهمة حلوة حكينا أكثر عن المواضيع اللي كانت تناظر عليها هل يعني ممكن هون انتو كمان جاوبوا هذا السؤال بشكل تشاركي ايش المواضيع اللي كانوا اخترتوا هل يعني تم اختيار هاي المواضيع وعطوكم اياهم والأنتو اخترتوهم كيف كان الموضوع اختيار المواضيع كان بتم بين المدربة فلسطينيات والمندوبين من الجامعات وبعدها بتوصل للطلاب يعني طلاب ما لهم تدخل في اختيار المواضيع مع العلم احنا بنين الاختيار النهائي على قائمة مواضيع كانت مقترحة من الجامعات من الطلاب فالأكثر يعني تكرارا اخترنا بس كمان كيف حكى مازن كنا عم نختار قضايا حساسة مجتمعية جزئيا مثلا موضوع مجالس الطلبة وانحيازها الفئوي لانها خاصة فيهم كطلاب بالتالي بيحسوا فيها مبارح مثلا في النصف النهائي كان على تولي النساء لمواقع قيادية هذا اللي نظرت عليه واللي عمل في حالتنا موضوع الكوتا تمييزي الاجابي لصالح تمثيل نسائي اكبر في المؤسسات السياسية والاجتماعية احكينا اكثر عن فريق العمل يعني انت بتمثل فريق كيف كانت توزع المهام كيف اشتغلتوا مع بعض هلا احنا الفريق طبعا تم اختياره من طبعا تم ترشيح من رؤساء الاقسام طلاب من الكلية الاعلام من كلية العلوم السياسية ومن كلية الحقوق وفي طالب من كلية الانجليزي الآن من قسم المهام انه منشوف مثلا فيها انه مثلا معتز الناظر بحب شغل الميداني بحب يتكلم مع المسؤولين في عنا مثلا بنتين حابين يسوي احصائيات معينة يتكلموا مع الطلاب وفي مثلا انا بالنسبة لي بحب اطلع وقرأ فكل واحد من قسم المهام وبنهاية منسوي اجتماعات بين الفريق ومنتبادل الافكار ومنسوي بروفل المناظرة وممكن نستعين بخبرات مثلا الاساس المشرف علينا وهيك يعني اجواء جديدة اضافت لحياة الجامعية طبعا يعني حتى يعني مثلا اعطيك مثلا كيف كان الاشي كان جديد علينا انه اول مفوزنا رحنا للجامعة نحكي يا جماعة احنا اتأهلنا لنص النهائي في دور المناظرات فلسطين انه حتى شباب الجامعة يقول لنا شو يعني مناظرات شو عملته يعني حتى في المحاضرة الدكتور بيبارك لنا فبقول لي تعال احكي لهم شو يعني مناظرات انه تعال احكي لنا شو سويته يعني الاشي جديد علينا بس كتير كتير مميزوا ذات المراحل في قطاع غزة بالتالي في نصف نهائي كمان في قطاع غزة والفريقين رح يتأهلوا نعم فحيطلع عنا فائز في قطاع غزة وفائز في الضفة الغربية يعني وضع شنيع جدا انه بالنهاية يجب ان يتم اختيار الجامعة على مستوى فلسطين يعني ضفة وقطاع هذا التحدي الذي تحدثت عنه وهذه الدعوة التي نوجهها للقطاع الخاص لا نريد تمويل في هذه القضية دعوة موجهة للقطاع الخاص للمساهمة العينية يعني مثلا انا كتبت الفكرة ماذا نريد ان نفعل في هذه المناظرة النهائية وقسمت يعني بالامكان لقطاع خاص مؤسسة معينة ان تغطي منامة فريق قطاع غزة او مواصلات الفريق او الدوري النهائي بالمسرح والتغطية الاخرية وهي المرحلة الوحيدة القادمة يعني تبقى فقط حكينا على المرحلة القادمة بصراحة هذا العام عملناه بشكل تجريمي بمعنى نريد ان نتعلم نحن ايضا يعني ان كان هناك قصور في قضايا التدريب او هناك قصور في التحكيم ومهم ان نشكر الحكام الذين شاركوا معنا ونتحدث عن شخصيات اعطتنا من وقتها مثلا ماجد باميا دبلوماسي فلسطيني صغير السن نور عودي ناطق الرسمية السابقة باسم الحكومة عبد ابو شمسية هو عضو مجلس ادارة استاذ داود درعاوي محامي وقاضن سابق اعلامية جمان قنيس اذا ايضا نتحدث عن حكام يساهمون فالفكرة كانت ان نختبر التحكيم ان نختبر طريقة التدريب ان نختبر اين الصعوبات التي قد يواجهها الطلبة لتطوير البرنامج في العام القادم العام القادم الخطة هي ان نؤسس اندية مناظرة داخل الجامعات يعني لا نكتفي بالوجود المباشر لمؤسسة فلسطينيات هذا اولا وثانيا نحن ايضا غير اننا نقيم الفريق كفريق نقيم الاشخاص بشكل فردي متمنين ان تكون لدينا فرصة للمشاركة عن مستوى العربي بفريق مناظرة من الجامعات الفلسطينية ومن الفائزين ايضا سيتم تشكيل فريق فلسطين للمناظرة ليشارك فيه بطلات عربية ودولية اليوم معنا من داخل الاستوديو الحديث حول هذا الموضوع القائمين ايضا على هذا المشروع بشكل اساسي مؤسسة فلسطينيات بسعدنا راحب بمديرة مؤسسة فلسطينيات السيدة وفا عبد الرحمن الله يصبحك بألف خير وايضا لتأهل النهائي معنا راح يكون من داخل الاستوديو هو واحد من الفريق اللي اتأهل للنهائي ما زنزر وهو عن الفقه والقانون ومتخصص بهذا الجانب في شامعة الخليل الله يصبحك بألف خير كيف أصبحتو؟ شتا الدنيا طب ممتاز احنا دائما نقول المطر انه يعني الله يسترمجوش للضيوف فممتاز يعني شكرا بداية اول اشي من فلسطينيات حابين نسمع الفكرة من تنفيذ هذا المشروع في جامعات مختلفة بفلسطين يعني اولا فكرة المناظرات بين الجامعات او دوري الجامعات هو جزء من برنامج للشباب تقوم به فلسطينيات من جهة نتحدث عن شباب من اجل التغيير الاجتماعي ولدينا الجزئية الاخرى من البرنامج هي تأهيل للشباب وتمكن مجتمعي واقتصادي هذه الجزئية تحديدا لنا ثلاث اعوام نعمل مع الشباب ما لاحظناه ان الشباب لا تفكر بمعنى لا تبحث لا تحلل تعطى حقائق كأنها مسلمات وكأنها مطلقات فقلنا ان اراد الشباب ان يغيروا فليبدأوا بانفسهم ومن هنا بدأت قضية المناظرات المنتشرة في العالم للعلم جديدة عنا في فلسطين نسبيا هناك مؤسسة تقوم على مناظرات جميلة جدا على مستوى المدارس هي مؤسسة افكار ولكن على مستوى الجامعات اعتقد فلسطينيات هي الجامعة الاولى او المؤسسة الاولى التي دخلت لدور جامعات وليس فقط لإقامة نادي مناظرات في جامعة محددة اذا نحن نتحدث عن تمكين الشباب بمهارات التفكير البراهين استعمال العقل والمنطق التحليل من اجل ان تكون لديهم قدرة على تغيير المجتمعات المحلية المحيطة بهم على مستوى الجامعة ولاحقا على مستوى اكبر مجتمع يعني يمكن نختلف مع وفاء اكثر انه الشباب مش ما بتفكر الشباب بدها مساحة تثبت كمان قدرات في البحث وفي التفكير وبيختلف مرات حتى اهتمامات الشباب ما زل يعني اول اشي لازم تحكي لنا شو شعورك وانت هلا من المؤهلين للمرحلة النهائية والله الشعور جدا جدا رائع يعني شعور لا يوصف لانه اول اشي تعلمنا اسلوب جديد ورائع يعني اسلوب المناظرة كانت فكرة جديدة تدخل علينا يعني ما عمرنا فكرنا فيها من قبل حتى انه لما حكولنا فيه مسابقة دوري مناظرات صراحة بالبداية احنا يعني قلنا شو المناظرة مش مش عارفين اشي فبعدها لما اخذنا تدريب واتعرفنا على فن المناظرة اعرفنا اسلوب جديد للحوار اسلوب جديد لطلح من الجامعات الفلسطينية ومن الفائزين ايضا سيتم تشكيل فريق فلسطين للمناظرة ليشارك فيه بطلات عربية ودولية اليوم معنا من داخل الاستوديو الحديث حول هذا الموضوع القائمين ايضا على هذا المشروع بشكل اساسي مؤسسة فلسطينيات سعدنا راحب بمديرة مؤسسة فلسطينيات السيدة وفا عبد الرحمن وايضا الاتأهل للنهائي معنا راح يكون من داخل الاستوديو هو واحد من الفريق الاتأهل للنهائي مازن الزر وهو عن الفقه والقانون ومتخصص بهذا الجانب في شامعة الخليل الله يصبحك بألف خير كيف أصبحته؟ شتة الدنيا؟ ممتاز احنا دائما نقول المطر انه